قبل ما نبدأ أخبارنا وفقاراتنا لصباح الخير مصر نهاردنا نصبح على دينة وطمنا على حالة الطاقة وكمان أخبار الشوارع ايدو الوقت أسعار كمان العملات والذوء بيكون مع دينة صباح الخير عليك صباح الخير محمد صباح الخير بصان صباح الخير على كل مصمين في كل مكان بالفعل معنا النهارده أخبار كتيرة وخاصة أن في ارتفاع ملحوظة في درجات الحرائيل خلوني في البداية أطمنكوا على الحالة المورية وأحوال المرود في مناطق مختلفة من مصر هنبدأ معاك وطبعا جولتنا من القاهرة من كبري 15 مايو اللي بيشهد سيولة مرية نسبية أما الكنيش في كثافات مررية للمتجه إلى ميدان التحرير وكمان بعض الكثافات للي مكمل حتى المعادي وحلوان هنروح في اتجاه كبري أكتوبر لمنطقتين الإسعاف ورمسيس واللي بيشهد كثافة مرية على طول كبري أكتوبر حتى نزلة غمرة والعباسية لكن المتجه في شارع بورسعيد إلى الشرابية وحضائق القبة حتى كبري السواح والأمرية والعكس كمان في كثافات عند كبري الزوية الحمرة ومنطقة الويلي أما الناس على الطريق الدائري هياخدوا بالهم من الكثافات عند مؤسسة الزكاة والمرج والخصوص حتى نزلة الزراعية مكاملين معاك وجولتنا بشوارع الجيزة اللي بتشهد كثافات مررية بتزيد مع دخول ساعات الضروة الصباحية ونبدأ من محور 26 يوليو في كثافات مررية في المتجه إلى ميدان لبنان وبتقل الكثافات حتى نادي الزمالك ومطلع كبري 15 مايو أما محور صفط فبيشهد كثافة مررية نروح كمان لشارع الهرم اللي بدأت تظهر فيه الكثافات واللي بتزيد مع موعد الضروة الصباحية وطبعا ده بمنطقة مشعل وشارع العشرين حتى الطلبية كمان فيه كثافات عالية للمتجه إلى كبري الجيزة لشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين وفيه بتظهر كثافات أخرى بشارع السودان وجامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة وكمان بتظهر كثافات مررية لكن متحركة بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقربة من محطة مترو جامعة القاهرة دمع اقتراب موعد دخول الموظفين مكاملين معاك وهنروح لمحافظة الإسماعيلية اللي رايح للمحافظة من خلال الطريق الصحراوي اللي فيه سيولة مررية كبيرة جدا بتستمر من أول القاهرة حتى مدخل المدينة واللي متجه من خلال الطريق الزراعي سواء كان من طريق الإسماعيلية أو من منطقة مصرد فيه سيولة مررية لكن شوارع مدينة الإسماعيلية هنلاقي سيولة مررية كبيرة وخاصة على الطريق الدقيق حول مدينة الإسماعيلية أما طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجمعة والاستاذ ومجمع المحاكم فيه سيولة مررية مع عدد بعض الكثافات المتحركة اللي مش بتأصل على حركة الطريقة كمان المتجه إلى بورسعيد في سيولة مررية في طريق الإسماعيلية بورسعيد ونروح من منطقة القناة لجنوب الصعيد نكمل مع محافظة سهاج واللي هنبدأ فيها من محاطة قطار سهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية بسبب دخول الطلاب للمدارس هنمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط طريق العارف بطريق الحواويش وفيه أيضا بعض الكثافات المرية أعلى نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجمع فيه أيضا كثافة نسبية كمان فيه كثافات مررية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير لكن طريق الحواويش الرئيسي بيشهد سيولة نسبية أما طريق المنشأة وطريق أخميم جرجا بيشهد أيضا سيولة مررية في الاتجاهين القادم إلى مدينة سهاج أو العكسة وأخيرا طريق أصوان الزراعي الغربي بيشهد سيولة مررية طيب طمنا حضرتكو على حالة المرور تعالوا نتعرف على أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة وهنبدأ معاكم الدولار الأمريكي وسعر البيع 18 جنيه 52 إرش و18 جنيه 44 إرش للشراء اليورو 19 جنيه 55 إرش للبيع 19 جنيه 45 إرش للشراء الجنيه الاسترليني 22 جنيه 86 إرش للبيع 22 جنيه 74 إرش للشراء الفرانك سويسري 18 جنيه 74 إرش للبيع 18 جنيه 64 إرش للشراء اليوروان الصيني 2 جنيه 77 إرش للبيع 2 جنيه 76 إرش للشراء ريال سعودي 4 جنيه 94 إرش للبيع 4 جنيه 91 إرش للشراء دينار كويت 60 جنيه 40 إرش للبيع 60 جنيه 9 إرش للشراء أخيرا ندرها من الأماراتي 5 جنيه و4 إرش للبيع و5 جنيه وإرش للشراء بالنسبة لأسعار الزهب النهاردة هنبدأ معاكم من عيار 18 بألف و30 جنيه عيار 21 ألف ومتين جنيه عيار 24 ألف وثلتمية وسبعين جنيه وأخيرا الجنيه الذهب 9560 بالنسبة بقى لحالة الجو النهاردة طبعا حضراتكم كده عارفين إن احنا ممكن النهاردة يكون فيه ارتفاع فيه ملحوظ في درجات النهاردة في الجو هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء فيه أتربة علقة على القاهرة الكبرى ونشاط رياح على أغلب الأنحاء هيكون مثير رمال والأتربة على شمال الصعيد كمان فيه فرص أمطار خفيفة على السواحي الشمالية درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 34 وأعلى درجة حرارة تكون في أسوان 41 وأقل درجة حرارة تكون في ضميوات 23 درجة أكيد هنتبع مع حضركم التقصي بالتفصيل بعد شوية لكن هرجع مرة تانية لمحمد بسان علشان نكامل معكم فقرات صباحية مصر شكرا لك يا دين شكرا شكرا لك يا دين